بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم معي على قناة أميرة وكروشير في الفيديو اللي فات اشتغلنا مع بعض الجزء الأول من المفرش والنهاردة ان شاء الله حنكمل مع بعض الجزء التاني والأخير يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تكملتي المفرش نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي حنحدد السطور اللي حتبدالي تقريري فيها لحد ما توصليه المقاس اللي انت عايزي فاحنا هنا محتاجين اتنين من الماركر عشان نعلم بيهم لو ما عندكش ماركر بتقصي حتتين خيط صغيرين كده وبتعلمي بيهم احنا دلوقتي هنركب الخيط عشان نشتغل اول سطر من الجزء تمام فانت بتركبي الخيط بتخلي كده ظاهر الشغل الفتلة هي اللي كنا سايبينها ده كده بيبقى ظاهر الشغل عندك تمام وحنركب الخيط فين بقى احنا كنا في السطور اللي تحت كنا حددنا تلات فراغات واحد اتنين تريد تلات فراغات طول حنشتغل جويهم الصدفات واحنا بنشتغل الصدفات حنشتغل في الجزء الاول من غرزة العنكبوت فانت بتركبي الخيط على تيلة فراغات عيدي من تحت كده من فوق لتحت اسهلك واحد اتنين تريد تلات اللي هو اول فراغ تحت اللي هو فوق اول سطر معين ده كده بيبقى الشكل عندك وده كده بيبقى ظاهر الصدفات يعني احنا دلوقتي هنشتغل اول سطر وظاهر الصدفات عندك هتدخلي كده وتسحبي الخيط وترتفعي تلات سلاسل وحنشتغل جوه اول فوق ده ساضفها من تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة كده احنا اشتغلنا يعتبر التلات اعمدة بعتبر ان التلات سلاسل اول عمود هتشتغلي تلات سلاسل وتدخلي تشتغلي تاني تلات اعمدة وبتبقي وغضة معاك الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالموقع تمام واحد سيبي الخيط ده وانا حيجي في اخر بعد ما بنخلص التكرار كله هقول لك الخيوط اللي تحت الصدفات دي بتخليها زي تبقى في ظهر الشغل تمام عشان ما تبقاش باينا معاك بعد ما تقفليه ودلوقتي هتشتغلي الصدفتين التانية والتالتة زي ما كنا بنشتغل تحت كده كده احنا كملناهم تلات سلاسل احنا كده اشتغلنا تلات صدفات بداية الصدفتين سبعة من السلسلتين فبتشتغلي سلسلتين وعمود على رابع عمود سلسلتين عمود على عمود تمام وبتقرر كده سلسلتين تمام لحد ما تشتغلي على اول عمود من الاربع عمود وبعده سلسلتين سبعة من السلسلتين احنا كده ابقى عندنا سبعة من السلسلتين واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة بعدكده بتشتغلي الصدفات فبتدخلي كده وتشتغلي الصدفات الاولى والتانية والتالتة تمام حتشتغلي تلات صدفات ونجي نكمل مع هو كده احنا استغلنا التلات صدفات ده كده شكل السطر الاول عندك السطر الثاني بترتفع ثلات سليسل وبنلف الشغل وبتشتغلي Celsius صدفة. فبتدخلي كده وتشتغلي اول صدفة وثاني صدفة وثالث صدفة. كده كملوا معنا الثلاث صدفة. هنا هنشتغل اول سطر من خرصة العنكبوت. فحتشتغلي سلسلتين. وهتشتغلي عمود. سلسلتين. عمود على عمود اللي بعده. سلسلتين. فكده بقى عندنا تلاتة من السلسلتين. هتدخلي كده وعلى العمود وهتبتجي تشتغلي عشر اعمدة. فانجد الواجه زي تحت كده. احنا الجزء ده اشتغلنا مع بعض التحت. تمام. بس انا بكرره معيك عشان تحت ما كانش باين معنا. هنا حيبان معنا وعشان لما حددت لك التكرار يبقى سهل عليك ويبقى الجزء باين معيك. كمان عشان لهم معنا اخت مبتدئة يبقى الشرح واضح لها. فانجد الواجهة تشتغلي عمودين عمود فحيكمله معيك عشار اعمدة. هتكمل يوم كده عشار اعمدة وهنجل. كده كملناهم عشار اعمدة. واحد اتنين تريتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشق. اشتغلنا جوه تلاتة من السلسلتين جوه كل واحدة عمودين. هتشتغلي تلاتة من السلسلتين واحد وعمود على العمود. اتنين عمود على اوه العمود ما استضفه. تالت اتنين. وبتشتغلي الصدفات. فانجد الواجهة هتشتغلي صدفة اتنين تلاتة وهنجع نكمل. بعد ما كملت يوم تلات صدفات هنشتغل عمود على ايه? على تلات سلسلة من سلسل ارتفع. يبقى اخذ الصدق اللي فيه صدفات يبقى فيه عمود على تلات سلسلة. الصدق التالت بتلتفعي تلات سلسل. وبتلف الشغل. وحد ادخل تشتغلي الثلات صدفات. الصدفة والتانية والتالتة. بعد ما كملت يوم ثلاث صدفات بنبدأ نشتغل سلسلتين عمود على اخذ عمود ما استضفه اللي تحت سلسلتين ودول تاني سلسلتين عمود سلسلتين. وهنشتغل في الثاني من غرزة العنكبوت اول عمود هتشتغلي على العمود وحنكملهم سبع عمد عمودين جوه السلسلتين وبعد كده بقوا ثلاثة هنشتغل اربع عمد على كل عمود عمود كده ثلاثة وكده اربع فكده كملوا معينا وبقى عندنا سبع عمد هتشتغلي سلسلتين زي ما كنا شغالين تحت وبسيب عمودين وبيبقى عندك اربع عمد تمام هتشتغلي كده واتكمليهم سبع عمد زي كده هتكملي بعد ما كملتشهم سبع عمده ثبقى عندنا سبع عمده سلسلتين سبع عمد هنشتغل الثلاثة من السلسلتين وانا بشتغل معيك الجزء ده بس ازا ما قلتلك عشان لو معنا اخت مبتدئة لكن احنا كنا شغالين وطحت وحفظين فلما بقول لك تكرري مش بجري معيكي انا بس ايه كنا شغالين وطحت تمام اشتغلنا تلاتة من السلسلتين ما بينهم اعمد هتدخلي كده وتشتغلي الصدفوت واحد اتنين تلاتة بيبدأ كده الشكل عادي بعد ما اشتغلت الصدفوت تمام وصلنا لاخر الصدر بتشتغلي عمود على عمود احنا كده في الصدر التالت تمام وده كده الشكل عادي هنشتغل الصدر الربع فبتقدفع التلات سلاسل عشان يبقى الأعمدة فوق بعض بالشكل ده وبتلب في الشغل وبتشتغلي الصدفة الاولى والصدفة الدالت مفيش ما بين الصدفة والصدفة سليسل والصدفه من تلاتة سليسل بثلاثة اعمدة ثلاثة اعمدة زي تحد جد بعدما اشتغلت التلات صدفوت بتشتغل في الصدق التاني الى تالت من غبزة العنكبوت فبتشتغلي سلسلتين عمود على آخر عمود مصر طفل تحت تاني سلسلتين عمود على العمود تالت سلسلتين وحد بدأي تشتغلي السبع أعمدة فهتشتغلي زي تحت كده هتكمليهم سبع أعمدة تمام بعد ما اشتغلتش السبع أعمدة بتشتغلي خمس سليسل واحد اتنين تليس أربعة خمس وبيبقى فضل عندك تحت تلات سليسل فبتدخلي كده جوى السلسلتين تلات أعمدة يبقى فضل عندك تلات أعمدة بتسيبيهم وتدخلي جوى السلسلتين تشتغلي غوزة حشو خمس سليسل واحد اتنين تليس أربعة خمسة وبتسيبي تلات أعمدة وبتبدأ من على الرابع تشتغلي سبع أعمدة هتشتغلي أربعة أعمدة عمودين عمود هتكمليهم كده السبع يبقى احنا كده في السطر الرابع والسطر التالت من غوزة العنكبوت وفي السطر التالت من غوزة العنكبوت بقى عندك سبع عمدة خمس سلاسل حش وخمس سلاسل سبع عمدة الخمس سلاسل متقرروا مغدين هتشتغلي سرسلتين عمود تاني سرسلتين عمود على اول عمود مصصدفة تالت سرسلتين وبتبداي تشتغلي في الصدفات هتشتغلي كده ترات صدفات واحد اتنين تاليت بعد ما كملت يوم تلات صدفات بتشتغلي عمود على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع احنا كده اشتغلنا اربع سطوط ده كده الشكل عندك فيه الصدف الخمس بداي تعدك دفعي تلات سلاسل وبتلف الشغل وبتدخلي تشتغلي الصدفات هتشتغلي كده تلات صدفات واحد اتنين تاليت بعد ما كملت يوم تلات صدفات تمام هنبدأ نشتغل في السطر واحد اتنين تاليته في السطر الرابع من غوزة العنكبود احنا كده في السطر الخمس وفي السطر الرابع من غوزة العنكبود هتشتغلي سلسلتين وعلى اخر عمود من الصدفة اللي تحت بتشتغلي عمود سلسلتين على عمود عمود سلسلتين وحنبدأ نشتغل في السبع عمودة احنا كده عندنا تلاتة من السلسلتين فهبتشتغلي على العمود عمود وجوه السلسلتين عمودين وعلى اول اربع عمودة على كل عمود عمود بعد ما كملت يوم سبع عمودة تمام هتشتغلي خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة خمس وحد ادخلي هو الخمس سلاسل تشتغلي غوزة حشو يعني بتسيبي تلاتة أعمود خمس سلاسل جوه الخمس سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي غوزة حشو خمس سلاسل تمام؟ وبتسيبي تلاتة أعمودة والربع بتبني بتشتغلي في السبع اعمودة إحنا كده بقى عندنا تلاتة من الخمس سلاسل والتنين من الحشو هتكمليهم سبع أعمود أربعة على الأعمودة والتنين하면 ثلسلتين وعامود على العمود بعد بعد ما كملت يوم سبع أعمودة بقى كده عندك سبع أعمودة وتلاتة من الخمس سلاسل ما بينهم حشو وبعض دين سبع أعمود هتشتغلي السلسلتين والعمود تاني سرسلتين عمود تالت سرسلتين واحد اثنين تلاتة وحتشتغلي التلات سطفود واحد اثنين تلاتة بعد ما كملتهم تلات سطفود بتشتغلي العمود على تالت سرسل كده احنا اشتغلنا خمس سطول فضلنا سطر في الجزء ده هتقدفع فيه ثلاث سرسل وبتلف الشغل وبتدخل تشتغلي في الصدفود هتكمل يوم كده ثلاث سطفود واحد اثنين تلاتة كده اكملوا معنا ثلاث سطفود وده كده سطر السادس وخمس سطر في غرصة العنكبوت هتشتغلي اول سلسلتين وعمود على اخر عمود سلسلتين وعمود على عمود ثلاث سلسلتين واحد اثنين تلاتة وهنبدأ نشتغل سباق اعمدة هتشتغلي عمود على عمود وعمودين جوا السلسلتين وعلى الاربع عمدة على كل عمود عمود بعد ما اشتغلت السباق اعمدة بتشتغلي في الخمس سليسل فبتشتغلي خمس سليسل حشو جوا الخمس سليسل يعني بنسيب التلاتة اعمي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة حشو واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة حشو كده احنا بق عندنا اربع من الخمس سليسل وده كده نص غوزة العنكبوت لما بنجي بقى نشتغل في الجزء الثاني بيقله معينا وبيبقوا 3 اتنين بنفس الطريقة اللي زادوا بيها بيقله بيها بعد كده بقى بتسيبي الثلاثة عمدة وتبدأي تشتغلي في السباق عمدة حد اشتغلي كده أربعة عمدة عمدين عمود كده كملناهم السباق عمدة حد اشتغلي الثلاثة من السلسلتين سلسلتين عمود سلسلتين عمود على أول عمود سلسلتين وحت اشتغلي في الثلاثة صدفات تمام هتشتغلي ثلاثة صدفات ونجل بعد ما كملتهم ثلاثة صدفات بتشتغلي عمود على تلية سلسل تمام لا هنا بقى حنشتغل ثلاثة سلسل عشان بأخذ الصدق تمام بتشتغلي ثلاثة سلسل وبتدخلي على أول عمود مش على تلية سلسل تدخلي كده وتعملي منظركم تمام يبقى احنا كده عملنا ثلاثة سلسل هدا اشتغلي بعد كده ترجي لفة على الابرة وتسحبي الخيط وبتقصي كده احنا سحبنا الخيط وقصناه بتسبتي كده اللفة وهنا ده هيبقى وش الشغلة عندك يعني زما انت شايفة كده هيبقى الصدفات هي وش الشغلة فانتي هتغضي الخيط كده من تحت زما عملته معيك في الجزء الاول وبتقافلي ده كده الشكل عندنا بعد ما اشتغلنا الجزء اللي هو حيبقى الاول عندك في الدكور بقى عندنا زما انت شايفة كده غرزة عنكبوت كاملة وغرزة العنكبوت اللي بعدها في النصة وبقى عندنا الصدفات فوق بعد وبرده سطر تاني من الصدفات فوق بعد وكده هنركب الخيط عشان نشتغل السطر الاول وانت لما هتجي تركبي الخيط هيبقى عندك الصدفات ضد ظهر بتاعه تمام هتركبي كده عندك تلات صدفات واحد اتنين تلاتة هتركبي الخيط على اخر عمود من الصدفة اللي فوق وزا ما انت شايفة كده ده كده ظهر الشغل عندنا تمام وهتلاقي برضو العلامة على ايدك اليمن يعني في نفس المكان اللي انت هتركبي في الخيط فهتركبي كده الخيط وهتتضفعي تلات سلاسل واحد ادخلي تشتغلي عمودين كواس سلسلتين وعمود على عمود تمام وهنا هنركب المريكر عشان لما تيجي تقرر يبقى ده اول سطر عندك في التكرار يبقى اول سطر في التكرار بدايته اربع عمودة وحنتشتغل السلسلتين الابل اول سلسلتين عمود تاني سلسلتين عمود وهنا زي ما اشتغلنا تحت كده غوزة العنكبوت بتتغحر معنا عشان هتصغر معنا والاعمدة فيها حيتغيه شكلها فهنا اشتغلنا اتنين من السلسلتين تالت اتنين من السلسلتين بتسيبي عمودين وبتبدأي تشتغلي في السبع عمدة فانشي دلوقتي هشتغلي اربع عمدة على الاربع عمدة وثلاثة عمدة جوه السلسل كده كملناهم سبع عمدة هنشتغل خمس سلسل غوزة حشو تاني خمس سلسل غوزة حشو تالت خمس سلسل يبقى احنا كده بقى عندنا تالتة من الخمس سلسل وبنبدأ نشتغل في السبع عمدة فحتشتغلي تلاتة عمدة واربع عمدة على كل عمود تلاتة عمدة جوه السلسل دي كده بقى الشكلها هتشتغلي بعد كده تالتة من السلسلتين هتسيبي كده عمودين وتروحي على اخر عمود تشتغلي عمود سلسلتين ودول تاني سلسلتين سلسلتين وبعد تالت سلسلتين بتشتغلي اربع عمدة اول عمود منهم على العمود عمودين جوه السلسلتين عمود على العمود بعد كده بترتفعيل الصدر التاني الصدر التاني بترتفعيله تلات سلسل وبتلف الشغل وحتشتغلي اربع عمدة اول عمود منهم على الربع عمود احنا برضو القزق ده اشتغلنا تحت بس كده هتلاقي بقى لما تجي تقريري تبقي حواسطي خرص مش هتحتاج ترجاعي للفيديو كمان تمام؟ بعد كده هتشتغلي عمود على العمود وحنشتغل تلاتة من السلسلتين كده سلسلتين عمود سلسلتين عمود وثالث سلسلتين بعدهم بتشتغلي سبع عمدة فبتسيبي عمودين وبتبدأي تشتغلي في السبع عمدة تمام؟ وده كده هيبقى احنا كده كنا شغالين سيد السطر من غروسة العنكبوت ده كده هيبقى السبع السطر معيك بعد اشتغلي كده السبع عمدة كده اشتغلنا السبع عمدة هنشتغل خمس سليسل واحد اتنين تريتة اربعة خمسة وزي ما انت شايفة كده الجزء ده عمل معنا زي تحت كده هتشتغل اقوزة حشو خمس سليسل وهنا قال له معنا الخمس سليسل وبقوا اتنين بس هتدخلي كده جوه الخمس سليسل وتشتغلي ثلاثة اعمدة وعلى اول اربعة اعمدة هتشتغلي على كل عمود عمود زي هي كده ده كده هيبقى الشكل بتك بعد كده هنشتغل بعد السبعة اعمدة لتعرفت أنا خلاص ان مجعل ثلاثة اعمدة جوه السليسل هتشتغلي ثلاثة من السلسلتين واحد وعمود على اخر عمود سلسلتين وعمود على العمود سلسلتين لانشتغل بقى في الاربع اعمدة يعني بعد ثالث سلسلتين بتشتغلي في الاربع اعمدة رح 2 ثلاثة هتشتغلي كده عمود عالعمود أن يحنا تاني سطر عندنا تشتغلي سلسلة وهتشتغلي عمود على تالة سلسلة سلسلة من سلسل ارتفاع فاخر السطر فراغ السطر الثاني السطر السوجية PC السطر الثالث بدايته بتلف الشغل. واحنا هنا هنلف الشغل وندخل بمنزرقات لحد ما نوصل لاخر عمود. منزرقه على السلسلة. منزرقه على كل عمود. وفي كده السطر الثالث معي. حتى اكدفع الثلاث سلسل. وتبدأ ايه تشتغلي كده اربع عمدة. اول عمود منهم وقدفع الثلاث سلسل. وعمود على. كده اشتغلنا اربع عمد. حتى اشتغلي تلاتة من السلسلتين. تمام? وبتسيبي عمودين بعد تلات سلسلتين. وتشتغلي ايه? السبع عمد. فبتسيبي العمودين. وتبدأ ايه كده? من على العمود الربع. تشتغلي السبع عمدة. هتشتغلي اربع عمدة على الاعمدة. وهتشتغلي تلاتة اعمدة جوه السلسل. كده كملناهم سبع عمدة زمنتي شايفة كده تمام. وده كده السطر الثامن من غوزة العنكبوت. فبقى عندنا مفيش سلسل. من الخمسة بقى سلسلتين اتنين بس. هتدخلي كده وتشتغلي السبع عمدة. هتكمليهم سبع عمدة بنفس الطريقة. ده كده هيبقى الشكلة عندك. هيبقى عندك سبع عمدة سلسلتين سبع عمدة. بعد كده بتشتغليه في السلسلتين ما تقررين تلات مرات. سلسلتين عمود على اخر عمود سلسلتين عمود على العمود. وبعد تالت سلسلتين هتشتغلي اربع عمدة. وده السطر الثالث معنا. في الجزء الثاني اللي هيكرر معيك. وفي السطر الثالث مفيش فارغة. تمام? السطر الرابع بتايته بتلتفع الثلاث سلسل. وبتلف الشكل. وبتسيب الاعمدة وبتشتغلي على رابع عمود عمود. عمودين جوهة سلسلتين. عمود على عمود. فكده دفعنا ثلاث سلسل يعني عملنا فروق واشتغلنا الاربع عمود. هتشتغلي سلسلتين عمود. تاني سلسلتين عمود. تالت سلسلتين بتسيبي عمودين وبتبدأي تشتغلي في السبع اعمدة. فانجي كده بقى عندك تلاتة من السلسلتين. واحد اتنين تلاتة. هتكمليهم كده. احنا هنا هنشتغل عشر اعمدة. ده كده السطر التاسع من غرصة العنكبوت. والسطر التاسع بيبقى عشر اعمدة. تمام? فاحنا كده اشتغلنا واحد اتنين تلاتة من السلسلتين. هتشتغلي على الاربع عمودة على كل عمود عمود. جوه السلسلتين عمودين. وعلى اول اربع عمدة على كل عمود عمود. فحتكمليهم عشر. كده كملوا معنا عشر عمدة. وكده خلصت معنا غرصة العنكبوت. اللي هي عبورة عن تسعة سطور. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. زي ما انت شايفة كده هتقفلت معنا. بعد العمود العشاء بتشتغلي تلاتة من السلسلتين. سلسلتين عمود. سلسلتين عمود. بعد تلات سلسلتين بيبقى عندك الاربع عمود. فبتشتغلي. عمود على العمود. عمودين جوه السلسلتين. عمود على العمود. تمام? وده كده السطور الربع معنا. كنا اوله في فرغ. يبقى اخره كمان في فرغ. والفرغ اللي في الاخر يبقى سلسلة وعمود على تلات سلسلة من سلسل ارتفاع اللي في السطور اللي تحت. السطور الخامس باللف في الشغل. بعد ما لفينا الشغل بندخل بمنصرقة على السلسلة. منصرقة على كل عمود من الاربع. هتدفع الثلاث سلسل وتشتغلي الاربع عمود. ده كده السطور الخامس. اوله ما فيش فرغ. ولا اوله ولا اخره. تمام? هتشتغلي سلسلتين. وهنا هيبقى عندنا سبعة من السلسلتين. هنشتغل كده سلسلتين عمود. على عمود سلسلتين عمود على اول عمود من العشرة. سلسلتين بنسيب عمودين على الثالث عمود. سلسلتين بنسيب عمودين وعالث عمود. سلسلتين بتسيب عمودين. وعالثالث بنشتغل عمود. تمام? بعد كده بنشتغل سلسلتين وعمود على العمود. وتشتغلي سلسلتين وعمود على العمود كده احنا على اخر عمود قبل اخر سلسلتين فبتشتغلي جوه السلسلتين عمودين وعمود على العمود وهنا في السطر الخامس ما فيش فروغ لف اول السطر ولا في اخر السطر السادس واحد اتنين تلاتة بتغتفعي تلات سلسل وبتلف الشغل وبتشتغلي على رابع عمود بتسيب العمودة كده وبتروحي على رابع عمود بتشتغلي علي عمود عمودين جوه السلسلتين عمود على العمود تمام احنا في السطر التحت كان عندنا سبعة من السلسلتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة السطر ده اللي هو اخر سطر في الجزء هيبقى عندنا خمسة بس فحتشتغلي سلسلتين عمود سلسلتين عمود كده بقى عندنا خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعد الخمسة بتشتغلي عمود على العمود وعمودين جوه السلسلتين وعمود على العمود واخر السطر بتشتغلي سلسلة وبتقفلي بعمود على ايه على تلات سلسلة نسائس الارتفاع تغجي لفها الابرة وتسحب الخيط وتقصي احنا كده اشتغلنا ست سطور وعملنا في ست سطور دول تلات فراغات واحد اتنين تلاتة تمام ومن الجنب التاني برضو تلات فراغات فانت دلوقتي هتقرري السطور اللي احنا اشتغلناها مع بعض هتقرري كده يعتبر اتناشر سطر سطر في بدايته صدافات وسطر بدايته الاربع عامل ده كده شكل الجزء اللي اشتغلناها مع بعض انت هتقدر لي تقرري في الجزءين دول يعني اللي اتناشر سطر هتقدر لي تقرري فيهم كده لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزي ولما بتختمي بتختمي بالجزء اللي في اخره بيبقى في الفراغات تمام مش الصدافات زي ما انا كده نهيت معاكي هما دول الجزءين بنفس الطريقة بتقرريهم ولما بتقرريهم بنجح نكمل مع بعض انا كده قررت الجزءين اللي حددتهم معاك اللي كانوا عبارة عن اتناشر سطر لحد ما بقى عندي جزء ده من الصدافات ما تكرر خمس مرات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبرضو برزة العنكبوت ما تكررها خمس مرات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة انا كده قررت الجزء ده لحد ما بقى عندي خمسة منه عشان ده الطول المناسب لهارض المفرش لو انت شغلها بخيط اسمك ولقيت المفرش اعرض معاك فممكن تزوجي جزء يعني تزوجي اتناشر سطر تمام بعد بقى ما قررنا خالص واخر جزء عندنا اللي هو في الفراغات اللي كوراك كان بدايته بيبقى اربع عمدة تمام وهنا بقى حنبدأ نشتغل في الجزء الاخير من المفرش يعني الجزء اللي هشتغله معاك دلوقتي بتكوني خلصتي المفرش ووصلتي للطول اللي انت عايزيه وحنشتغل السطور اللي هنخلي المفرش بدايته زيين هايته يعني دلوقتي لما هنشتغل هنشتغل زي ببدأنا في المفرش بس بشكل مختلف اول حيث بتزغط المفرش كده وبتخلي اخر صدر صدر في الصدفات ظاهره ليكي عشان لما نجي نقلي بيبقى ده وش الشكل تمام وهنا احنا هندخل على اول فراغ تحت فعشان ما تتلقبطيش وتدخلي دلوقتي هتعجي كده فراغ اتنين وجوه التالت تمام وحتبقى الفتلة على ايدك اليمين هاي تمام هتدخلي كده جوه الفراغ التالت من تحت يعني التالت من فوق تعجي كده واحد اتنين تلاتة اول واحد تحت هتدخلي كده وتتضافعي 3 ثل Eastern وحيبقى عندك تحت اللي هو اول صدر اللي هو عبرت عن 4 عمدة وتحت سطور الصدفة تمام ده كده هيبقى الشكلة هتدخلي كده وتشتغلي الصدفة يعني احنا في السطور البداية كنا شغالين أربع عمدة والنهاية أربع عمدة اما هنا حيبقى البداية والنهاية ساطفة هتوشتغلي 3 عمدة ثلاث سلسل ثلاث أعمدة كده احنا اشتغلنا في الفراغ اللي تحت اشتغلنا اول صدفة هتشتغلي تاني صدفة وتالت صدفة مش فاجئ سليسل بين الصدفات بعد ما اشتغلت الثلاث صدفات تمام هنبدأ نشتغل سلسلتين عمود فهتشتغلي سلسلتين وعمود على اخر عمود سلسلتين عمود على العمود وحتقورك كده سلسلتين عمود لحد ما تشتغلي عمود على اول عمود من الاربعى وبعدها بتشتغلي سلسلتين وفوجس اذا كده هيبقى عندك سبعة من السلسلتين هادما اشتغلت يبقى عندك سبعة من السلسلتين وواحد اثنين تالية اربعة خمسة ستة سبعة بنبح بقى وبنشتغل الصدفة فحتشتغلي كده الثلاث صدفات واحد اثنين تاليتة بعد ما اشتغلت التلات صدفات كده بقى عندنا الصدق الاول تلات صدفات على الجنب اليمين وتلات صدفات على الجنب الشمال وما بينهم سبعة من السلسلتين ما بين كل سلسلتين وسلسلتين عمود. الصدق التاني بتغدفع التلات سلاسل وبتلف الشغل وحتدخل تشتغلي التلات صدفات. هتشتغلي كده صدفة. اتنين تلاتة. بعد ما كملت يوم تلات صدفات هتشتغلي سلسلتين وعمود على اخر عمود من الصدفة اللي تحت وسلسلتين عمود على العمود. وهتقرر كده سلسلتين وعمود على العمود لحد ما توصلي لأول عمود من الصدفة تشتغلي عليه عمود وبعد سلسلتين وهنا هيبقى عندك تسعة من السلسلتين. بعد ما اشتغلت يبقى عندك تسعة من السلسلتين ما بين كل سلسلتين وسلسلتين عمود اخر سلسلتين قبل الصدفة. هتدخلي كده وحتشتغلي تلات صدفات. وهو كل واحدة من التلات سليسل بتشتغلي صدفة. بعد ما اشتغلت التلات صدفات بتشتغلي في اخر الصدر عمود على تلات عمود على تلات سلسلة سلسل ارتفاع اللي في السلسل اللي تحتل تمام وده كده شكل السلسل عندك وحنا كده بنصبط الجزء ده عشان يبقى زي بداية المفرش بس هنا بقى بيبقى السلسل فوت كان في الاول بيبقى عندنا اربعة عمدة في الاول واربعة في الاول هتشتغلي بعد كده ثلاث سلسل وحتلف في الشغل وهتشتغلي التلاث سلسل واحد اتنين ثلاثة بعد ما كملت يوم تلاث سلسلتين وعمود سلسلتين عمود على العمود تمام هتقرروا كده في الجزء ده هيبقى عندك 11 من السلسلتين بعد ما اتواصلي للعمود الاول من الصدفة وبتشتغلي بعض السلسلتين هتشتغلي التلاث سلسل بعد ما اشتغلت السلاسل واشتغلت التلاث سلسل فوت هتشتغلي عمود على تلاث سلسلة من سلسل ارتفاع وحنبدأ في السطر الرابع بعد ارتفاعي ثلاث سلاسل وحتلف الشغل وحتشتغلي التلاث سلسل فوت بعد ما كملت يوم تلاث سلسلتين عمود واحد اتنين عمود على تلاث عمود ما الصدفة لو اخر عمود سلسلتين عمود على عمود تانين هتقرر كده سلسلتين عمود ولما اتواصلي للعمود الاول من الصدفة بتشتغلي علي عمود وبعض سلسلتين واحد اشتغلي التلاث سلسل فوت بعد ما اقررت زي ما انت شايفة الجزء ده كده عندنا بقى كله سليسل وعمود على العمود زي ما انت شايفة كده ده بقى الشكل عندنا بقى زي بداية المفر اخر الصدفة بعد ما اشتغلت اخر صدفة بتدخلي تشتغلي عمود على تلاث سلسل ارتفع وهنا بقى عندنا 13 من السلسلتين الصدر الخامس واحد اتنين تلاث اربعة الخامس بترتفعي تلاث سلسل وحتلف الشغل وحتشتغلي التلاث سلسل بعد ما كملت يوم تلاث سلسلتين عمود على تلاث عمود اللي هو اخر عمود من الصدفة اللي تحت سلسلتين عمود على عمود وبتقرري كده سلسلتين عمود على العمود ولما بتوصلي لاول عمود من الصدفة بتشتغلي عمود وبعد سلسلتين وبتشتغلي التلاث سلسلتين اللي في اخر الصدر بعد ما قررت وصلت لاخر الصدر بتشتغلي عمود على تلاث سلسلة من سلسل ارتفع واحنا هنا بقى عندنا 15 من السلسلتين فبين الصدفات عندنا 15 من السلسلتين بين كل سلسلتين وسلسلتين عمود ودلوقتي حنشتغل السطر السادس وده اخر سطر معين هترتفعي 3 سلاسل وحتلف في الشغل وهتشتغلي 3 صدفات 1-2-3 بعد ما اشتغلتي 3 صدفات هتشتغلي سلسلتين عمود على اخر عمود من الصدفات سلسلتين عمود على عمود وحتقرري كده لحد ما توصلي لحد اخر عمود بتشتغلي عليه عمود وبعده سلسلتين وبعدين بتشتغلي في الثلاث صدفات بعد ما اشتغلتي السلاسل واشتغلتي الصدفات هنا ده اخر سطر معين فحتشتغلي 3 سلاسل وحتدخلي على اول عمود تقفلي كده منظرقة وتغلي رفع الابرة وتسحب الخيط وتقصي ده كده الشكل عندنا تمام واحنا هنا بقى عندنا 17 من السلسلتين ما بين الصدفات والصدفات 17 من السلسلتين ما بينهم عمودة وده عشر خاطر مفيش الاربع عمودة اللي كانوا معينا في اول الصدف فبدلهم زودنا 2 من السلسلتين هنا بقى ده وش الشغل عندنا اللي هو فيه الصدفات فابتغضي الخيط ده كده في ظهر الشغل وبتقفل احنا ده كده عندنا وش الشغلة فانت الخيط اللي بتغضيه معيك تحت الشغل بيبقى في وش الشغل معيك كده فانت بدو حجاية بقى مدخله كده تمام؟ قوم عدية من قدام وكده بقى من قدام معيك بيدخلي بقى كده وتقفليه فكده بقى وش الشغل عندك نتيف تمام؟ بعد ما زبطنا المفرش وخلينا بدايته زي نهايته هنشتغل دلوقتي في الشرشين اول حيضة هتعملي عودة بداية تمام؟ وهتركبيها ده كده اخر السطور عندنا هتركبيها ده هو اول سلسل دي وهترتفع سلسلة وتشتغلي غوزة حشو وبعد غوزة الحشو هتشتغلي عشر سلسل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وتشتغلي غوزة حشو وهو نفس السلسل دي تمام؟ بعد كده بقى بتقفلي الخيط ده وتحت الشغل وتقصي هتدخلي جوه السلسل دين اللي بعده انا كده زبطت الشغل يبقى احنا كده اشتغلنا لتفعنا سلسلة اشتغلنا غوزة حشو عشر سلسل غوزة حشو بتدخلي جوه السلسل دين اللي بعدهم تشتغلي في الاول غوزة حشو وهنا احنا اشتغلنا عشر سلسل بتزوجي خمسة فبتشتغلي خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر هتدخلي تانية تشتغلي غوزة حشو احنا جوه كل واحدة من السلسلتين بنزود خمس سلسل فبتشتغلي في الاول غوزة حشو هنا اشتغلنا عشرين يبقى هنشتغل خمسة وعشرين تمام؟ وبتدخلي تانية تشتغلي غوزة حشو جوه ايه؟ جوه نفس السلسلتين تمام؟ يبقى احنا بنزود كل ما احنا ماشيين كده لحد ما بنوصل للنصر بتزوجي خمس سلسل تمام؟ هتشتغلي كده جوه كل واحدة من السلسلتين حشو وهنا اشتغلنا خمسة وعشرين سلسلة يبقى اللي جاية تلاتين اللي بعدها خمسة وتلاتين اللي بعدها أربعين تمام؟ احنا كده هنشتغل لحد ما نوصل لتاسع سلسلتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هتوصلي لتاسع سلسلتين اللي هم هيبقوا في النص عد تمام؟ هتشتغلي جوههم حشو وتشتغلي عدد السلاسل حشو وحيجع روه بيكي هنشتغل بعد كده ازيه؟ ده كده شكل الشباشيب لحد النص اشتغلنا في الاول عشرة فضلنا نزود خمس سلاسل وبنشتغل جوه السلسلتين غوزة حشو وبعدين نشتغل السلاسل ونرجع تاني جوه نفس السلسلتين نشتغل غوزة حشو كده احنا وصلنا لتاسع سلسلتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة حنبتدي النقص وحننقص برضو خمس سلسل فاحنا هنا عندنا خمسين سلسلة بعد كده هتشتغلي حشو خمسة واربعين سلسلة حشو حشو أربعين سلسلة حشو حشو خمسة وثلاثين سلسلة حشو وهكذا لحد اخر سلسلة هيبقى عندك جواها حشو عشر سلسل حشو ده كده بيبقى شكل الشرشيب عندك بيبقى بدء كده بعدد من السلسل صغير وبيكتر بيكتر وعند النص تمام؟ بنبدأ نقلل تاني فبيبقى ده الشكل عندك بعد ما اشتغلت اخر عشر سلسل واشتغلت غوزة الحشو وبتغضي لفع الإبرة كده وتسحب الخيط وتقصيه بعد ما قصتي بتثبتيه كده تمام؟ وده كده عندنا وش الشغل فانتح تغضيه كده على ضاهر الشغل وتقفليه بإبرة التقفيل تسحبيه كده وتقفليه مشا ما يبقى شبين معي الجنب التاني اللي هو كان أول بداية الشغلة معنا فاحنا بداية الشغل كان عندنا أربع عمدة وبعدين عندنا خمستاشر من السلسلتين وبعدين أربع عمدة فعشان يطلع عدد الشرشيب هنا نفسه هنا فحتركبي الخيط على أول عمودة تمام؟ وحتر دفعي سلسلة وتشتغلي غوزة حشو والخيول دي طبعا كلها بتقفليها تحت الشغل تمام؟ بعد كده حتشتغلي عشر سلسل واحد اتنين تارية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وتشتغلي غوزة حشو على العمودة اللي بعده تمام؟ بعد كده بتروحي على السلسلتين تشتغلي غوزة حشو وبتقربي بقى بتشتغلي خمستاشر سلسلة ولما بتوصلي هنا بقى كان في الجزء التاني في السلسلتين رقم تسعة كنا بنزود لحد ما وصلنا للسلسلتين رقم تسعة هنا لما توصلي للسلسلتين رقم تمانية واحد اتنين تارية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يعني هو زي ما تشايفة كده نص الشغلة عندنا برض تمام؟ عند السلسلتين رقم تمانية هتشتغلي كده لحد ما يبقى عندك خمسين من السلسل تمام؟ وبعد كده تبداية نقصي واخر الصادر بتشتغلي على العمود اللي قبل الاخير بتشتغلي غوزة حشو وتشتغلي العشر سلسل وتقفلي بغوزة حشو جوة تايلة سلسل تمام؟ وبكده بيبقى خلاص معنا المفرش ده كده شكل المفرش زي ما تشايفة شكله جميل جدا وانا هنا كويته بمكوى خفيفة على ظهر الشغل عشان يتفرد معنا مطرح ايدنا ويبقى شكله جميل هتحط تحت تقوميش هكده عليه على ظهر الشغل وتكوي بمكوى ضعيفة يعني بتسخنيش المكوى انا كده خلصت معاك في فيديو المفرش اتمنى الشرح يكون كان واضح ليك وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد ولحد ما نتقابل أستدكم فدعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته